اهلا بكم مشاهدينا من جديد اهلنت الجبهة الوطنية للتحرير في شمال السوري عن استنفار مقاتليها لمواجهة قوات النظام بعد رصدها لتعزيزاته في المنطقة في الوقت الذي تتحدث وسائل اعلام موالية للنظام عن استكمال الاستعدادات لقوات الاسادة للبدء بمعركة في شمال غرب سوريا التقرير التالي والتفاصيل لهي علاقات حميمية ولهي قطيعة نهائية وقد تبدو العلاقة بين موسكو وواشنطن في هذه المرحلة الحساسة اقرب ما تكون لرمادية التصريحات وضبابية المواقف النهائية دون حسم الحلول في سوريا وتركها في مهب المصالح الاقليمية وكأنك امام جولة اخرى من تقذف الاتهامات بين البلدين واشنطن التي تهدد بنسف المسارات التي تقودها موسكو اذا لم تنثد توجهاتها فيما يتعلق بالدستور ومسارات الحل وبنفس الوقت تشدد اي واشنطن على ضرورة الحفاظ على الشق المتعلق في ادلب ادلب ذاتها التي يبدو انها ستكون سلاح روسيا لمواجهة التهديدات الامريكية فالمصلحة الروسية قد تصل الى حد التهديد باتفاق سوتشي الذي اشادت به واشنطن وهو تهديد دفع بتشكيلات الجبهة الوطنية للتحرير لاستمثار مقاتله ورفع جاهزيته بعد رصد تعزيزات النظام في المنطقة وانتشاره كذلك في ريف اللاذقية وريف حماه فضلا عن وصول ميليشيات ايرانية حتى ان جيش العزة افصح عن ان النظام لديه نية بعدم التزامه باتفاق سوتشي ودعوا الى عدم الاعتماد على وعود الضامنين للاتفاق تريده موسكو اذا ان يكون استعراضا لهذه الاوراق على مرء العين الامريكية والتي تبحث بدولها عن مسار سياسيا اخر ربما تراه موسكو يعبث بكل مصالحها التي بنته على دماء السوريين موسكو واشنطن بدأت لعبة شد الحبل بينهما على المسارات السياسية السابقة والتالية وربما اللاحقة اما اوراق اللعبة ما زالت موزعة بيد اللاعبين في سوريا فمن يضعف الاوراق كي يفرض شروطه على الاخر للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدين ينضموا الي في الستوديو الدكتور احمد طعمة رئيس وفد المعارضة لمفاوضات استنى معنا عبر الاقمار الصناعية منذ بداية سوريا اليوم عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات ارحب بكما ضيفي محوري ثاني لهذا اليوم ابدأ معك دكتور واود العودة قليلا للوراء يعني بما انه استنى هي جزء من لب ما نتحدث عنه هذه الجولة كان لديمستورة رأي فيها بانها كانت فرصة ضائعة لكل اطرفين المعارضة وللنظام الاتراك لم يعلقوا روسيا رأت اشياء ايجابية في هذا الموضوع هذا كان مشابها ربما لنظرتكم لاجابية ما حدث في استنى ما هي الايجابيات التي رأيتمها في جولة الاخيرة بسم الله الرحمن الرحيم اما وانك قد بدأت السؤال حول اللجنة الدستورية فلابد لي ان اقولها التالي اللجنة الدستورية تم الحديث عنها اول مرة في اسيتانة ثمانية في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2017 وتم الحديث وقتها انه سيعقد مؤتمر للحوار في سوتي وتدعى اليه الامم المتحدة وعندها يبدأ الشروع بهذا المخطط والحقيقة فعلا انه تم توافق ما بين الدول الضامنة والامم المتحدة على ان تقوم الامم المتحدة بشرعنة هذا المسار وتشكيل اللجنة الدستورية والبدأ بعمالها في جينيف بالتأكيد اذا كنا نعتقد ان هذه المسألة البالغة صعوبة اذا كنا نعتقد انها ستنجز بين ليلة وضحاها فنحن نكون متفائلون اكثر مما ينبغي لا بل نكون غير واقعين لان اللجنة الدستورية وكما قال السيد ديمستورا في مطالعته قبل الاخيرة في التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي قال بانها هي الاجراء العملي الاخير المتبقي من تنفيذ قرار المجلس ام اثنين وعشرين اثنين وعشرين اربعة وخمسين وهذا يعني انها بالغة الاهمية وذات خطوات تحتاج الى الكثير الكثير من الدعم والقوة والاستمرارية الحقيقة لا ازال انا عند رأيي انه في الجولة الاخيرة حصل التقدم واصفته بانه تقدم بسيط انا لم اقل انه تقدم كبير لانه لا زال هناك خلاف حول ثمانية اعضاء يعني لم يحسم الامر بشكل نهائي هل تعتقد انه سيحسم بحلول منتصف هذا الشغل لكن عندما تنظر الى ان بقي الخلاف على ثمانية اعضاء من اصل مائة وخمسين فاذا هناك شيء قد تم من قبل وبقي الاتفاق على هذه النقاط الثمانية ما اريد ان اقوله هنا هل سيتم الاتفاق على العضاء الثمانية المتبقين او الخلافات الاخرى قبل موعد مطالعة ديمستورا القادم امام مجلس الامن في الرابع عشر من شهر ديسمبر ام لا هذا لا استطيع الاجابة عليه ولا نحاول التكهن فيه ولكن ما اريد ان اقوله ان السيد ديمستورا كانت عباراته واضحة عندما ذكر في بيانه انه قد ضاعت فرصة على الشعب السوري في تشكيل اللجنة السورية في هذه المرحلة وانا اتمنى على صحفيين والباحثين والمطلعين ان يدققوا في العبارات فهو قال انها ضاعت فرصة في هذه المرحلة ولكنه لم يقول انها قد ضاعت نهائيا وهناك بعض الطبوحات لكن المشكلة ان المراحل في الحالة السورية المراحل ثمنها دماء يعني اليوم هناك تهديد ربما يكون جدي على ادلب اذا حدث انهيار معين اذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية واشنطن اليوم تقول انه اذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية حتى مطالعة ديمستورا امام مجلس الامن فربما تسعى ان انهاء هذه المسارات بالكامل يعني العودة اذا الى نقطة الصفر لما قبل اللجنة الدستورية طرحت عشرة اسئلة دفعة واحدة يعني حاوطنا اتروح مجموعة من العوامل يعني تعقبا فقط على موضوع الوقت هذا حقك اختنا العزيزة ما اريد ان اقوله انه ليس هناك رابط بين بعض العصف في تشكيل اللجنة الدستورية وبين اتفاق دلب اتفاق دلب منضبط ومتفق عليه بين الدول الكبرى ورغم كل محاولات النظام انتهاكه واختراقه وهو لا يريد اعتراف به لان الاعتراف بهذا الاتفاق هذا يعني انه قد تم فعليا وهو قد تم كذلك نقل ادلب من منطقة تخفيض تصعيد الى منطقة وقف اطلاق نار شامل وهذا يعني ايضا ان هذه المنطقة قد اصبحت بعيدا عن متناول النظام منذ الان وحتى حصول الحل السياسي في سوريا وهذا بالنسبة للنظام يشكل خطرا فادحا عليه اذ انه بهذا قد حصلت هناك منطقتان خارج نطاق سيطرته يعني هي فقط محاولات من طرف النظام ليست اكثر ليست اكثر بالمناسبة بالمناسبة انا اشكر لاخوتنا في جبه التحرير استعداداتهم الكبيرة ولكن تقديراتنا ان الخطورة لا تبدأ الا عندما نرى وصول الاسلحة الهجومية لا يزال النظام لم يتجرى لم يتجرى الى مسألة ان يحضر اسلحة هجومية الى المناطق القريبة من نقطة الترسيحة ساعود اليك دكتور هي هذه النقطة نفسها كنت اريد ان اسأل عنها السيد عاصي اذا لم يكن هناك تهديد بالفعل على اتفاق سوتي بين الاتراك والروس بما يخص ادلب لماذا هذه المخاوف اذا اليوم لدى فصائل المعارضة بيانات يعني نشاهدها منذ الامس من ابرز الفصائل العاملة يعني المخاوف من بعوها الارض النظام السوري ارسل الفرقة الاولى الى حلب والقوة 313 الى الساحل السوري وكذلك ايضا الفيلق الخامس والعديد من القوات او الفرقة الرابعة الى جبهات سهل الغابة القوات الروسية نقلت الى نقاط المراقبة التركية رسال بان عمليات القصف هي رد على قصف اخر قامت به فصائل المعارضة العاملة في منطقة خفض التصعيد اذا الفصائل متخوفة فعلا من ان هذه الحشود والردود الروسية التي تحاول التبرير للنظام السوري يمكن ان تساهم الى شن عملية عسكرية بغض النظر اذا كانت محدودة او انها واسعة الحقيقة لا تكفي الضمانة على الورق للدول دول الستانة سواء تركيا او روسيا او ايران الامر يحتاج الى اجراءات عملية على الارض صحيح ان هناك فعلا اتخاذ مثل هذه الاجراءات وهذا ما اشارت اليه النقطة المراقبة في السرمان من ان وجود نقاط المراقبة سيحد من او سيمنع عملية عسكرية لكنه بنفس الوقت ليس بالضرورة ان يمنع تقدم النظام السوري في بعض النقاط او شن عمليات محدودة بين قوسين هذه العمليات المحدودة يعني يمكن ان تمتد الى حدود سبعة كيلومتر من داخل المنطقة منزوعة السلاح هل يمكن ان تذهب روسيا الى السماح باختراق اتفاق سوتي للحفاظ على المسارات السياسية كنوع من الضغط بعد تصريح واشنطن او تهديدها بانهاء او احتمالية انهاء المسارات السياسية يعني اعتقد ان روسيا في الاصل مسار استانة او اتفاق خفضة الصعيد وهو ملف وقف اطلاق النار داخل مسار استانة بالنسبة اليها لم يحقق كافة طلباتها او كافة مصالحها انما لدى روسيا دائما رغبات اوسع على الارض وبذلك هي تريد عمليا ربما تحقيق ضغط اكبر على الاتراك وضغط على الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية ما هو مفاد هذا الضغط اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية لا يمكن ان تتأثر كثيرا حتى لو تم التوجه الى ادلب الضغط الاكبر الذي تريده روسيا اعتقد هو دفع الدول الغربية الى دعم مسار استانة ومنع انسداد افقه وهذا الدعم سواء ربما دعني اذهب بهذه المقطع الى مجموعة اتصال لو تم بالفعل انسداد مسار استانة الذي سميته انت دكتور خلال المفاوضات الاخيرة بان هذه المنصة اسميتها منصة استانة تمثل المسار الوحيد الفعال اليوم في الازمة ماذا سيحدث لو تم انسداد هذا المسار بشكل او باخر ولماذا ينسد هذا المسار هذا المسار قلت انا اذا كان هناك ارادة مثلا لدى واشنطن بالعودة الى جنيه حسنا هل الامريكان جادون فعلا في ايجاد حل في سوريا هل هم جادون انا من وجهة نظري ان التاريخ خلال السنوات الست الماضية لم تثبت انهم فعلا جادون في ايجاد مخرج لهذه الازمة لو كانوا جادون مرت فرص عديدة لعل قصف الكيماوي في دوما كان من اكثرها ظهورا وتبعت عشرات الحالات التي كان يمكن من خلال الضغط بشدة على النظام واجباره على الجيوز على طاولة المفاوضات اعود للقول ان روسيا وايران كلاهما لا يريدان ابدا اغضاب الجانب التركي وهناك الكثير من القضايا الاستراتيجية فيما بينهما لا يمكن ان يضحوا بها من اجل هكذا قضية من اجل ارضاع عيون النظام النظام منذ اللحظة الاولى يريد تخريب كل شيء لانه كما قلت لك ان خروج منطقتين وخصوصا منطقة ادلب غسل زيتون درع الفراد عن سيطرة النظام هذا يعني ان 76% من الاقتصاد السوري خارج سيطرة النظام وهذا يعني ان 43% من الارض خارج سيطرة النظام فاذا قلنا ان 29% من المناطق التي يسيطر عليه النظام هي صحراء ماذا بقي من ناحية العملية عند النظام بقيت عنده المدن المكتظة بالسكان والتي تحتاج الى التعليم وتحتاج الى الصحة وتحتاج الى بنية تحتية وتحتاج الى اشياء كثيرة النظام غير قادر على تحقيقها هو حاول يعني هذا برأيك هو سبب محاولات استعادة إدلب يعني هو يريد هذه المنطقة لأسباب اقتصادية وما يجب هو بالنسبة إليه هو نظام استبدادي لا يريد الجلوس على طاولة المفاوضات أبدا وهو يعتبر أنه كلما ضغط على إدلب كلما زادت فرصه بعدم الجلوس على طاولة المفاوضات التي لا يريدها أبدا بينما بالنسبة إلينا كلما تثبت اتفاق إدلب وهو ثابت ومستمر ومتمدد كلما ضعفت قدرة النظام على المحاولة المروق من الحل السياسي والذي سيجبر عليه نهائيا طيب كيف يمكن كبح جماح النظام اليوم عن أي تهور في إدلب ما الذي لدى المعارضة يعني حسنا أنت تعرفين ما الذي جرى خلاله الشهرين الماضين النظام يحاول اختراق والمقاتلون يردون عليه بقوة وأكثر وأولم النظام أنا لا تحدث هنا فقط عن الفصائل أنا لا تحدث عن الشقة السياسية من المعارضة وأتحدث أيضا عن الضامن التركي إن هو الضامن التركي مما يحدث الضامن التركي هو يرى أمام عينيه ما الذي يفعله النظام وهو متمسك باتفاقية إدلب طالما أن الروس لم يشاركوا في المعارك لا هم ولا الإيرانيون فإذا لن يكون هناك اجتياح على مستوى واسع المحاولات التدخل البسيطة من قبل النظام بالإمكان تداركه أنت تعرفين أنه حاول أن يخترق في الزلاقية صحيح خسرنا تسعة عشر شهيداً ولكن الأخوة في الجبهة الوطنية والمقاتلين الآخرين ردوا عليه صاع صاعين فإذا ومناطق المدنية التي تحصف لسنا أمام حرب بالمعنى المطلق للحرب نحن لا نستسهل إراقة دم مرئ سوري واحد أبداً ولكن نحن أمام الظرف وأمام نظام مجرم لا بل هو النظام الأكثر إجراماً في العالم وعلينا أن نرد عليه مع الحفاظ على صلب هذه الاتفاقية التي خرجت من رحم مسار أسنان أما ما يتعلق بالنسبة للشق السياسي فالشق السياسي أيضاً يسير يعني صحيح أنه يسير ببطء وهذا الزمن له ثمن وهو خسارتنا لمزيد من المدنيين ومزيد من المصاعب ونقص في البنية التحتية في سوريا والتنمية البشرية لهذا الشعب العظيم لكن ما الذي تفعلينه أمام وضع شائك في مثل هذا التعقيد وفي ظل عدم وجود إرادة دولية حقيقية من أجل إيجاد حل ناجز وفوري لذلك عندما أتحدث أن المتاح أمامنا نستطيع أن نحقق من خلاله تقدماً ولو كان بسيطاً ولكنه الثابت المفعول وصولاً إلى نتيجة المرجوة ثقي تماماً أنه لا يمكن أن تنشأ لجنة دستورية ما لم تكن متوازنة وشاملة وذات مصداقية وتنال مشروعية الأمم المتحدة وهل ستحقق طموحات السوريين برأيك؟ أنا بتقديرين؟ بالشكل الذي شكلت فيه ثقي تماماً لا يستطيع أي طرف أن يتجاوز هذه المسألة أنت لاحظ يعني النتيجة التي تم توصل إليها في اللجنة الدستورية هل كانت تستحق كل هذا العناء برأيك؟ هل لديك خيار آخر؟ يعني هذا السؤال يطرح عليكم لست أن يطرح الخيارات أن السياسي ينبغي أن يتحدث ضمن الواقع وضمن الممكن ويحاول رفع الظلم عن شعبه ويحاول تحقيق أكبر مكاسب بالنسبة لهذا الشعب وفق المعطيات النظام السوري يعني هل تستطيع المعارضة اليوم فرض رؤية الثورة عن طريق اللجنة الدستورية هذه بشكلها الذي شكلت فيه؟ أنا أتمنى عليك أن تنظروا إلى المسألة برمتها حصل في متصف 2017 توافق دولي على مجموعة من النقاط وأرجو من إخوتنا أن يتفهموها وأن يدرسوها لا مجرد أن تجرفنا العواطف في الهجوم على ما جرى دون الأخذ بين الاعتبار تفاصيله ما تم التوافق عليه أولا وقف اطلاق النار في عموم سوريا وأنا تقديري أن هذا الأمر يسير بشكل جيد ورغم صعوبته البالغة واتفاق إدلب هو مرحلة من المراحل الأخيرة في تحقيق وقف اطلاق النار الشامل في كل سوريا هذه واحدة اثنين تم التوافق على تقديم مشاريع دعم الاستقرار بخلال دول النفوذ والآن أصبحت دول النفوذ الرئيسية في سوريا هي كل من تركيا روسيا أمريكا والثلاث دول لديها نفوذ في كل منطقة المناطق ثم بعد ذلك طرح أن الحل السياسي سيكون بالشكل التالي وأنا أرجو أن تعطيني فرصة يعني يضهمني الوقت لاحظي أن الحل السياسي ماذا قالوا؟ قال أصلاح دستوري ينتهي بتغيير الدستور أو إجراء تغييرات هائلة تتعلق بصلاحيات الرئيس اثنين بيئة آمنة ومحايدة ثلاثة الذهاب إلى انتخابات حرة برعاية تامة وإشراف الأمم المتحدة انتخابات حرة ونزيها لاحظي كيف فكر المجتمع الدولي لإيجاد حل في سوريا هم درسوا بدقة كيف بنى حافظ الأسد نظامه السياسي في سوريا بنىه على دعامتين الأولى مواد دستورية تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية صلاحيات شبه إلهية تحيي وتميت حتى تسمى بالقانون صلاحيات سوبر رئاسية استطاع من خلال أن يساطر على كل شيء في سوريا فالمجتمع الدولي من خلال لجنة دستورية وتغيير الدستور سوف ينتزع هذه إسرائيل ثانيا ثانيا النظام السوري الذي بناه حافظ الأسد قام على تغليب السلطة الأمنية على كل السلطات الأخرى على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية المطلوب من خلال البيئة الآمنة والمحايدة كف أيدي الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس وعند ذلك يمكن أن يتحرر الناس ويصبح في وضع أفضل بحيث يذهبوا إلى الانتخابات وهم أحرار وثقي تماما أن الأمم المتحدة لن تشرعن هذا المسار ولن تقبل بأن تشرف على الانتخابات المطلوبة في سوريا بدون تحقيق هذه المطالب يعني ذهبنا أوسع ربما من موضوعي على الحلقة لكن كان أنا طردت أن أقول لأنه ما على أسف كل الأعلامي الذين يتحدثون لا تحدثا عن هذه النقاط نحن نريد أن نضيئها للناس وعودوا للقول عودة إلى سؤالك الأساسي نعم هناك منغصات هناك مصاعب كبيرة ولكن باللغة نفسه هناك إمكانية للوصول إلى تقارب في الملفات الأساسية شيئا فشيئا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد طعمر رئيس وفد المعارضة لمفاوضات أستانا كنت ضيفي في السوديو أشكر موصول لك أيضا البحث في مركز جسول الدراسات عبدالوهاب عاصي كنت ضيفي عبر الأقمار الصناعية من غازي عينتب مشاهدين الكرام المزيد من المعلومات على موقعنا سيريا دو تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة